بس ده مهم جدا يا كابتن يعني هل النادي الاهلي فاز على الترجي لأن الترجي مستوى الفني سيء؟ لأ طبعا لأن احنا كنا كويسين جدا والمباراة دي بالتحديد من وجهة نظري أنا هقول على النادي الاهلي النادي الاهلي العالمي لأن أنا قبل المطش كنت في أي لقاء في تلفزيون في أي قناة كنت بقول أتمنى أن نشوف فرقة النادي الاهلي بتلعب الكورة الحديثة زي أوروبا بمعنى إيه؟ وإحنا معناش كورة بنرتدل الدفاع ساعة ما بنقطع هي دي بقى اللي كانت نقصة ودي يعني اللي كانت نقصة وكان نفسي أشوفها عملناها المطش اللي فات بشكل هايل ويمكن الجون التالت اللي شفنا حاجة الجون التالت يدرس يدرس من الانتقال التحول السريع من ناحية الدفاعية لناحية الهجومية وده اللو اللعيبة بإذن الله وده طبعا فكر مستر كولر لأنه كان بادي الكلام ده حتى في كاس عالم الأندية مع فرق كبيرة وفرق قوية ما لعبش جيم دفاعي لا لعب جيم دفاعي هجومي ولكن مع ريال مدريد لعبنا كده مع فلامينجو لعبنا كده هل تقصد نوعه بيحط شكل للفرقة؟ بان في الكلام بان مبارح بان في مطش الترجي بشكل كبير جدا أنا أتمنى نستمر على هذا المنوال حلو جدا الكلام ده حنتكلم فيه أكتر ولكن كلامنا فيما يخص أنا دايما كلامي بيروح للناحية من يحاول أن يقلل من فوز النادي الأهلي فأول حاجة حيقولها إيه؟ الترجي ناقص الثلاثة أربعة والترجي فنيا في الملعب لأ مش عارفين يقفوا ما عندهمش مهاجة أو ناحية وحرك ما سمعتش الكلام لا سمعت بس يعني باتحك يعني باخد الملعب بسمعه من هنا وطلعه طبعا فنيا النادي الأهلي قوي احنا الحمد لله بسم الله ما شاء الله فرقتنا قوية ولعبتنا قوية عندنا مدير فني رائع عندنا مدير قورة رائع عندنا مدرب عام سامي أمصان رائع لعيبة في تنافسية بينهم قدت أن مستوى كل لعيف بيهم بقى هايل طبعا التنافس الشريف ما بين لعيبة أنت عندك في كل مركز اتنين وثلاثة لعيبة في رؤية الفنية بينهم بسيطة ما تعرفش مين حيلعب كمان ما تعرفش مين حيلعب وحتى لما مستر كولر بيعمل روتيشن أو عملية التدوير بيقعد واحد وبيلعب واحد أنت بتحسش أن فيه فرق وده طبعا يرجع برضو لمجلس قدرة النادي الأهلي وكابتن محمود الخطيب نجاح كبير جدا أنه هو دعم الفرقة بشكل فني على مستوى رائع طبعا